خطر كام يشكله تنظيم الإخوان على أمن الدول العربية من الكويت إلى مصر نسجت خيوط مؤامرة كانت تحيكها خلية تابعة للتنظيم الإرهابي قبل أن يتم اكتشاف أعضائها لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا بعد قليل من الكويت رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام الدكتور فهد الشليمي ومن القاهرة عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري ومن واشنطن المسؤول السابق في الاستخبارات الأمريكية نورمان رول أهلا بكم ضيوفي الكرام جميعا أبدأ معك سيد مصطفى بكري من القاهرة هل نحن أمام مجرد خلية إخوانية هاربة من العدالة المصرية أم أن القضية أخطر وأبعد من ذلك بكثير؟ من المؤكد أن القراءة الموضوعية للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان تدرك أن هذا التنظيم لا وطن له فهو يعتبر أن العقيدة هي الجنسية بالأساس ومن ثم فإن التحرك على الساحة العربية والساحة الدولية هو واحد من الثوابت الهامة لدى تنظيم جماعة الإخوان وتحديدا التنظيم الدولي الذي يرأسه أيضا المرشد العام للجماعة في مصر الدكتور محمد بديع اكتشاف هذه الخلية هي ليست الأولى قبل ذلك اكتشفت في دولة الإمارات العربية المتحدة أيضا خلية في زمن الإخوان وتم محاكمتهم وتدخل الإخوان تدخلا سافرا في محاولة للعفو عنهم وزار الإمارات في هذا الوقت خيرت الشاطر وعصام الحداد ولكن القيادة الإماراتية رفضت التدخل وتم الحكم على هؤلاء المتهمين الخلية الكويتية الحقيقة أولا هؤلاء هاربين من أحكام قضائية صدرت في مصر أرادوا أيضا أن يستغلوا الأجواء الموجودة في الكويت حيث يتواجد عدد كبير من المصريين في الكويت وبالذات من أبناء الصعيد في منطقة غيطان وغيرها وغيرها للانتشار وإعادة بناء التنظيم في دولة أخرى وخصوصا أن الكويت مستهدفة من جماعة الإخوان القبض على هذه الخلية والإعلان عنها بهذا الشكل لا يعني فقط أننا نعلن عن خلية وإنما أيضا هو بمثابة رسالة لكل من يعنيه الأمر أن هذا التنظيم لن يهدأ ولن يقبل أبدا بأن يكون ملتزما بقوانين أي دولة من الدول العربية والإسلامية ومن ثم فإن الحذر من هذه العناصر والتنسيق الأمني بين القاهرة على وجه التحديد وبين هذه العواصم العربية من الضروري ومن المهم لأن ربما الكويت الآن تسعى إلى معرفة كيف دخله ومن الذي سهل ومن الذي تسطر على ذلك لأني أعتقد أن هذه القضية سوف تكشف عن خلايا أخرى سوف تكشف عن تواطئ بعض العناصر في التسطر سوف تكشف أيضا عن عمليات التهريب التي تتم لهذه العناصر سواء عبر دول أخرى متعددة أو بوثائق مزيفة ومزورة ولكن فيما أعتقد أن الاتصالات المصرية الكويتية الآن تريد الوقوف على كافة المعلومات وكافة الحقائق دكتور فهد شليمي ينضم إلينا الآن رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام من الكويت كيف تنظر لهذا الموضوع الخلية التي كانت هاربة من العدالة المصرية هل الكويت مجرد منطقة عبور أم أنها تتخفى وتخطط لهجمات داخل الكويت برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم أولا نشكر سلطات الأمن الكويتية الحقيقة على سرعة الإجراء والقبض على هؤلاء الإرهابيين النقطة الثانية لو تلاحظ السياسة الكويتية هي دائما الكويتين لا يفصحون في معظم الأحيان عن عمليات الإبعاد هالمرة هذه لا أراد الكويتون أن يوجهون رسالة الحكومة الكويتية أرادت أن توجه رسالة واضحة أن الكويت لن تسمح بأن تكون مأوى للإرهابيين أو المطاردين هذا رغم واحد الرسالة الثانية أن الكويت تلتزم باتفاقياتها نحن موقعين مع الأخوة في مصر والتي وقعها هو اتفاق تبادل المجرمين أو المتهمين الذي وقعها الأخ الدكتور فالح العزب وزير العدل الكويتي آنذاك فقانونيا ودستوريا أنت في السيف سايت النقطة الثالثة الإعلان بهذا الحجم يعطي رسالة لدول أخرى قد تؤوير هابيين بأننا الحقيقة سوف نحاول أن نمنع تسرب هذه العناصر أعتقد أيضا من هي هذه الدول الموجهة إليها الرسالة دكتور فهد يعني تنظيم الأخوان يتواجد في قطر ويتواجد في تركيا ويتواجد في ماليزيا بشكل أكبر لكن من طبيعة هؤلاء الأشخاص هؤلاء الأشخاص لم يكونوا قيادات من الدرجة الأولى أو الثانية هذه عناصر إجرامية نفذت عمليات وأرادت اللجوء إلى ملجأ آمن السؤال في الكويت من الذي أدخلهم هل تم إدخالهم قبل نشرة الإنتربول أم بعد نشرة الإنتربول من الذي جعل لهم الملجأ والوظيفة من تعاملوا معاه كمان أنت لازم تعرف اتصالاتهم الفيسبوك لتويتر الواتس اتصلوا مع من؟ الدولة التي اتصلوا فيها بشكل كثير التحويلات المالية فيه لازم نسألهم هؤلاء المتهمين تسعة وتسعين سؤال للإجابة لكي نحصل على سأعود إليك فيما يخص هذه التساؤلات والاحتمالات إلى أين توجه الاتهامات تحديدا في الكويت ولكن بعد قليل دعني أنقل السؤال لسيد نورمان رول كيف تنظر واشنطن لتحركات الخلايا الإخوانية خصوصا في دول الخليج الحليفة لواشنطن برأيك مساء الخير لك ومن دواعي فخر أن أكون معكم طبعا واشنطن لا تزال ترى الإخوان المسلمين كتنظيم إرهابي وأكدت مرارا بأن الدول عليها أن تفعل كل ما في وسعها لمنع هذا الحزب ولطرد أيضا أعضائه واشنطن كان لديها علاقة قوية جدا بشأن القضايا الأمنية مع حكومة الكويت والقوات الأمنية الكويتية لديها طبعا ملف رائع لمحاربة أو لمغفحة حزب الله والوكلاء إيران وكان هناك نجاح في هذه العمليات واشنطن أيضا ترى هذا بأنه مثال جيد على أن الكويت تقف مع مصر وعلى أولئك الذين يعارضون الإخوان والذين يريدون الاستقرار للمنطقة وواشنطن تتطلع لما سيحدث بعد التحقيقات من ساعد هؤلاء الأشخاص حتى نضمن بأننا سنراقبهم ونراقب المرتبطين بهم أيضا دكتور مصطفى بكري ما التهم التي يواجهها عناصر الخلية التي يفترض أنهم ثمانية ما طبيعة التهم الموجهة إليهم هل هم قيادات من الصف الأول نتحدث عن أي درجة من الدرجات في صفوف الإخوان أسمح لي في البداية الحقيقة أن نوجه التحية والتقدير إلى السلطات الأمنية الكويتية التي بالفعل كانت دقيقة في معلوماتها واستطاعت أن تجهد عمليات إرهابية كان يمكن أن تحدث على الأرض الكويتية وفي نفس الوقت أيضا جرت تعاون مع السلطات الأمنية المصرية من منطلق الاتفاقات الموقعة من منطلق الحرص على أمن واستقرار مصر والكويت معا أعتقد أن هؤلاء ليسوا بالقطع من الصف الأول ولكن هؤلاء يمكن أن يندرجوا ضمن المجموعات الأخرى الناشطة في إطار جماعة الإخوان والتنظيمات الإرهابية وهؤلاء بالتأكيد يتبنون نظرية العنف والإرهاب كانوا يريدون بالتأكيد تجنيد العديد من الشخصيات سواء كانوا من المصريين أو الكويتيين أو العاملين على الساحة الكويتية وأعتقد أنه لم يكن في نيتهم فقط أن يختبئوا من حكم صادر ضدهم وإلا كانوا قد ذهبوا إلى قطر فقطر مأوى لمثل هذه العناصر ولكن استهداف الكويت بالتأكيد مقصود الكويت مقصودة في أمنها في استقرارها في ديمقراطياتها من المؤكد أن أهدافا محددة كانت موجودة التنظيم الدولي للإخوان يريد أن ينتشر على الساحة العربية بشكل فاعل يريد أن يوجه ضربات لكثير من الدول التي تتمتع بنوع من الأمن والاستقرار أنظر إلى ما يحدث في مناطق عديدة على الساحة العربية أنظر ما يحدث في ليبيا أنظر أيضا ما يحدث في سوريا في العراق في اليمن وغير ذلك من الأمور أعتقد أن التنظيم لن يهدأ التنظيم يستهدف إقامة بؤر ومناطق بديلة خاصة أنه يواجه بكل حسن على الساحة المصرية وبالتأكيد التحقيقات والمعلومات التي توصلت إليها ولا تزال السلطات الكويتية ستكشف عن مؤامرة أكبر بكثير جدا من مجموعة من الهاربين واحتموا بالساحة الكويتية دكتور فهد الشكوك تدور حول من داخل الكويت من الذي سهل برأيك أكيد أنه بدأت تثار الكثير من التساؤلات ويشار ربما للبعض داخل الكويت من الذي برأيك يكون قد سهل لهذه العناصر الهاربة من العدالة المصرية دخولها للكويت وربما التحضير لعمليات عدائية هناك والله يشوف هذا التنظيم الإرهابي تنظيم الأخوان ولا قواعد كبيرة في المنطقة هذا التنظيم من 1922 من زمان لكن أتى إلى المنطقة الخليجية في أواخر الخمسينيات وفي بعد ما تم الحقيقة مطاردتهم من قبل في فترة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر السؤال لأننا لا نعرف الحقيقة الآن لا توجد لدينا حقائق لكن نحط احتمال الاحتمال الأول هل هم دخلوا بجوازاتهم الحقيقية أم بجوازات غير حقيقية هل دخلوا بعد ما تمت نشرة الانتربول أم قبل نشرة الانتربول لأن هناك فارق إذا دخل بعد نشرة الانتربول معنا هذا فيه تواطئ لأن اسمه يجب أن يكون معمن في الموانئ والحدود الكويتية إذا قبل نشرة الانتربول فهو يدخل كعقد عمل الآن أي نتجه في عقد هذا العمل ما هي الجمعية أو المؤسسة التي عمل بها كم كان في الكويت إقامته ما هم الأشخاص اللي اتصلوا معهم لكن بلا شك بلا شك أن الحقيقة هناك جمعيات عليها ملاحظات المال في تنظيم الأخوان تمثل منطقة الخليج الكابتل رأس المال اللي موجود تمثل منطقة الخليج فبالتالي هم حريصين جدا الحقيقة على تواجد عناصر وعلى ربط الجمعيات الخليجية ببعض الجمعيات وأنا أقول لك هناك الحقيقة اهتمام شديد في تركيا وفي قرقستان وفي ماليزيا المشاريع الحقيقة يجب أن تراقب في الكويت وإن كان هناك رقابة حتى من قبل الأمريكان لكن لا بد في حالات التسرب هذه أن يتم عادة تقييم هل حولوا أموال هذه الشخصيات هل قامت بتحويل أموال أم ماذا كانت تعمل أين عملت في أي جمعية في أي مركز من الذي سمح لها بالعمل يعني هناك أسئلة لا زالت حتى جهاز الأمن يتحفظ على هذا الموضوع لكن المؤكد أن هناك أشخاص قد سهلوا لهم سواء بحسنية أو بدون حسنية ولكن المؤسف أن نشاهد بعض المقردين في الكويت أو بعض الحسابات تتكلم عن حريات وحقوق إنسان قانونيا دولة الكويت هي في تطبق الإجراء القانوني ثانيا هؤلاء مجرمون هؤلاء فجروا وقتلوا في بلدانهم لا يجب أن نتستر على الإرهاب هؤلاء قد يصيبوا المواطنين والمقيمين في الكويت أو في الخليج بفيروس الإرهاب النقطة الأخرى الحقيقة معهد واشنطن تحدث عن هذا في بوليسي بيبر منذ 2013 عن دورهم ولكن الجماعات الإخوانجية لا يوجد تنظيم إخوان محدد في الكويت هو ناس متعاطفين أو تحت قطاع حجم المرونة والمساحة السياسية التي يتحرك فيها يجعلهم يتحرك في بعض المناطق الرمادية أو المناطق الواضحة وهذا يعني حسب الخصوصية الكويتية وحرية التعبير والديمقراطية التي موجودة أنا أعتقد على أجهزتنا الأمنية أن تداقق الحقيقة بالذات في أعمال الأشخاص هؤلاء الأعمال الشبيهة الأموال التي حولت لأن تنظيم الإخوان ينظر لنا في منطقة الخليج نحن كبنك فقط علينا أن ندفع وبالتالي هؤلاء المخدوعين بهذا التنظيم أيضا لديهم مصالح مالية مشتركة وإن كان هناك بعض المواطنين موجودين هذا شيء لا يجب أن ننكر لكن هناك مؤسسات مالية مصرفية قد تكون مرتبطة بتنظيم الأخوان بشكل أو بآخر إما على شكل جمعيات أو على شكل مؤسسات مصرفية الحكومة الكويتية أعتقد عليها أن تداقق أكثر بالرغم من أن هناك إجراءات حازمة الحقيقة قامت فيها الحكومة الكويتية وخصوصا في لجنة تجفيف مصادر تمويل الإرهاب العالمية دعني أنقل هذه الفكرة لسيد نورمان رول للبعض كما يقول الدكتور فهد الشليمي يرافع من أجل حقوق الإنسان وأن هذه الجماعات هي جماعات رأي سياسي هل يتعلق الأمر بحقوق الإنسان أم أنه لا يجب التساهل البتة مع خلايا قد تزعزع الأمن والاستقرار في دول المنطقة لا أعتقد بأن هناك قضية حقوق إنسان كما قال سيد فهد هذا الأمر قانوني وهي قضية أمنية وهي في القانون الكويتي الإخوان حاولوا استعمال العديد من الدول طبعا الحرية التعبير في الدول والحريات والأنظمة الحرية لتقوية نفوذهم ولجمع الأموال ولتجنيد الناس والناشطين حتى يمكن أن يستغلوا تلك المنصات أعتقد من المهم أن نعرف لماذا ذهبوا إلى الكويت لماذا لم يذهبوا إلى قطر أو تركيا هل كانت مثلا فقط مرحلة في الكويت أم أنهم حاولوا أن يزرعوا هناك شيئا على طويل المدى ولماذا طبعا بما أن الكويت لديها طبعا سجل لمكافحة الإرهاب الكويت أعتقد بأنها أرسلت رسالة وضحة إلى كل دول مجلس التعاون الخليجي بأنها ضد الإخوان المسلمين وهذه تذكرة جيدة وأيضا للدول الأخرى أعتقد بأن الأمر يتعلق بحقوق الإنسان ولكن هذه قضية بعض الناس الآن الذين طبعا يطبقون الدعاية للإخوان المسلمين ويستغلونها أستاذ مصطفى إلى أي حد تعتقد مصر بأن هذه الخلية ربما تعيد ترتيب صفوفها للإقاع بالأمن القومي المصري على وجه التحديد كيف يمكن تفسير ذلك يعني أعتقد أن مصر منذ الثالث من يوليو على وجه التحديد عام 2013 وهي تواجه حرب مسعورة من قبل تنظيم جماعة الإخوان ومعه بقية التنظيمات الإرهابية التكفيرية ومن ثم فمصر تعتبر نفسها مستهدفة ليس فقط من الداخل ولكن أيضا من الخارج هناك دول مثل قطر تأوي عناصر الإخوان تركيا تأوي عناصر الإخوان بل وهناك منصات إعلامية هنا أو هناك تحرد دائما على عمليات العنف وعمليات الإرهاب في المنطقة أعتقد أن هذه الخلية شأنها شأن خلايا عديدة يتم اكتشافها أيضا على الساحة المصرية ولكن بالتأكيد هذه الخلية التي كما قال أخي الكويتي من المؤكد أنها وجدت مساعدات من بعض المتعاطفين مع الجماعة أو حتى من أناس ربما ينتمون إلى تنظيم جماعة الإخوان وأرادوا من هناك بالأساس تجنيد العديد من المصريين على اعتبار أنهم سيجدون في الساحة الكويتية في ظل غيبة عن معرفتهم ومعرفة حقيقتهم وحقيقة هدافهم سيجدون في المصريين فرصة للتجنيد وخصوصا أن المصريين ذهابا وإيابا ويمكن تكليفهم أعتقد أن مصر تدرك تماما من خلال تعاونها مع أشقائها العرب التعاون المعلوماتي ما بين أجهزة الاستخبارات والأجهزة الأمنية أعتقد أن تكفيف منابع الإرهاب يتم في العديد من هذه البلدان ومن بينها الكويت حقيقة والمملكة العربية السعودية والعديد من دول الخليج الأخرى على وجه التحديد لأن التنظيم يستعدف منطقة الخليج ونحن شفنا قبل كده كان لهم تواجد في مناطق أخرى عديدة جمعية الإصلاح في الإمارات وغيرها وغيرها ولكن أظن أنه فات الوقت الذي يمكن القول أن مثل هذه التنظيمات باتت تهدد الأمن القومي لأننا في مرحلة تكفيف المنابع وفي مرحلة التصفية النهائية طيب دكتور فهد شليمي إذا ما ثبت في الكويت أن لهذه الخلية علاقة بتنظيم الإخوان داخل الكويت ما الإجراءات الكويتية المتوقعة ضد هذا التنظيم داخل هذه الدولة شوف قانونيا لا يوجد عندنا تنظيم إخوان والكويت الحقيقة لم تجرم جماعة الإخوان المسلمين ولكن موجودين بكثرة صحيح نحن نتعامل مع إرهابيين هؤلاء القوم إرهابيين وبالتالي من يتعامل مع الإرهابي فهو شريك لهذا الإرهابي في العمل والفعل من يمول هذا الإرهابي فهو شريك له هذا هو القانون من يعطي ملجأ لهذا الإرهابي أو وظيفة لهذا الإرهابي فهو شريك فيه فهؤلاء المجموعة الإرهابية إذا ثبت أن هناك مواطنين أو قير مواطنين متعاونين معهم وبفعل متعمد فهو شريك في الإرهاب سواء في تمويله أو في مساعدة الإرهابيين النقطة الثانية الطبيعة الكويت لا توجد شيء اسمه الإخوان المسلمين لأنه لا توجد أحزاب الدستور لا يسمح بالأحزاب في مجموعات ضغط أو مجموعات الحقيقة تتجمع ويتخذ الإخوان المسلمين وسيلة لجذب الأموال وشفطها من الناس هي عبر بعض الجمعيات الخيرية وبالتالي قد تصبح بعض الجمعيات الخيرية الكثيرة عندنا في الكويت مأوى لهم للوظيفة أو لتحويل الأموال سوف نشاهد الحقيقة بعض المعلومات في المستقبل إذا كان هناك تحويلات أم كان لديهم تجنيد لآخرين أنا أتوقع راح يحصلون الأمن الكويتي راح يحصل معلومات كثيرة نحن في الكويت نعتقد أن أمن مصر مهم جداً وبالتالي نحن ندعم الأمن المصري واتفاقيات كاملة مع الأخوة في مصر وفي العديد من الدول لا يجب أن نسمح للإرهاب أن يضرب مناطق أو دول عربية أو أجنبية ولا يجب أن نسمح للإرهابين حتى أن يتعدوا أو يؤذوا حتى أمريكا أو غير أمريكا من الدول الكبرى الإرهاب هو إرهاب الإرهاب هو الإضرار بالناس وبالتالي يعتقد هذه فلسفة الحكومة الكويتية وخصوصاً لما أظهرت بيانها الواضح والصريح والذي يقول أنهم لن يسمحوا لهذه العمليات وعبر وسائل الإعلام هناك دكتور فهد اسمح لي على المقاطع يعني من يراهن على أن الكويت واحل الديمقراطية خصوصاً في الخليج وبالتالي يقول بأن الكويت ستكون متساهلة مع هذه الجماعات سواء كانوا فرادة سواء كانوا منظمين وإن كان يكونون ربما في الإطار الفكري أكثر من أي شيء آخر إلى أي حد بالفعل الكويت سوف تكون حازمة ولن تتساهل وبالتالي تقديم رسالة لكل من يعتقد بأن الكويت ستكون واحة فيما يسمونه ديمقراطية في حين أنه هناك واحة للفكر المتطرف صحيح الكويت بلد ديمقراطي ومفتوح لكن لا تنسى نحن كمان أمام قانون لا يجب أن نمسك أي شخص أن نرميه يجب أن يكون وفق أنظمة وقوانين موجودة هؤلاء المجموعة بعث الأخوة في مصر لائحة الاتهام عبر الانتربول الدولي وبالتالي هم مجرمين دوليين وصدرت فيهم نشرة وعلينا تسليمهم الآن من احتك أو تعامل معهم يجب أن يحقق معه هل هو بحسنية أو بغير حسنية بالتالي الكويت يجب أن تطبق الإجراءات القانونية كمان نحن يجب أن نحمي لا نقبل أن يتم الأخذ أي شخص ورميه بتهمة الإرهاب بدون أن ما تكون هناك محاكمات هكذا هو القانون في الكويت أنا أعتقد الكويت هي راح تدقق وراح تمحص وهناك العديد من الأشخاص قد يتم استدعائهم لكن الكويت فعلا تتمتع بمناخ دموقراطي ولكن بنفس الوقت الديموقراطية تحارب الإرهاب الديموقراطية لا تشجع الإرهاب ولكن الديموقراطية تحفظ حقوق الناس حتى المتهم وإن كان كويتي أو غير كويتي تحفظ حقوقها إلى أن تثبت عليه جراءات التقاضي القانونية الثلاث وبالتالي يصدر عليه حكم هكذا الكويت تتعامل في هذا الموضوع وبالتالي الآخرين ينظرون أنه والله هناك تساهل لا الكويت تطبق قانون موجود لديها وهذا القانون الكل مقتنع فيه وهو يحمل المواطن والمقيم ويقدم ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين وهذا هو المطلوب من كل دولة أن يتم محاكمة الأشخاص وهذا ما حصل الآن إذا رحلوا إلى مصر سوف تتم محاكمتهم من جديد وتترك لهم ثلاث إجراءات تقاضي بالتالي هو القانون المصري جزء من الحقيقة القانون الكويتي نحن خذيناه من القانون المصري حتى الدستور بالتالي فيه توافق كبير بيننا وبين الأخوة في مصر سيد نورمان رول من خلال هذه الخلية التي تم القبض عليها في الكويت واضح أن الإخوان كما قال الدكتور مصطفى بكري قبل قليل قال بأنه واضح أن الإخوان يحاولون بشكل أو بآخر إعادة ترتيب صفوفهم إعادة التموضع لإحداث قلقلة في دول كبرى أساسية محورية حليفة للولايات المتحدة الأمريكية إلى أين وصل موضوع تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية في الولايات المتحدة الأمريكية طبعا هذا كان قد وضعته الإدارة الأمريكية والإدارة طبعا مارست نفوذها الدبلوماسي بتعامل مع طبعا المصالح الأمنية في العديد من دول العالم ولكن طبعا هذا قانون أمريكي وليس قانونا دوليا وهذا ينبغي طبعا الإخوان المسلمين مثلا بمواجهة تمويلهم وأي ممتلاكات أو أصول لديهم يمكن أن تفرض عليها عقوبات حتى لا يدعم الإخوان هناك طبعا تعاون وثيق أمني بين الولايات المتحدة وشركائها في المنطقة وخاصة في الخليج وطبعا كل هذه الأمور أمنية ومرتبطة بالإرهاب والولايات المتحدة تفهم هدف هذه المجموعة لأن هذا يساعدنا طبعا في أن نمارس الضغط الدبلوماسي حتى نطبق هذا القانون الذي يريد أن تسنه إدارة ترامب وطبعا جماعة الإخوان تريد أن تزعزع الاستقرار في الكويت ولكن الكويت قوية جدا ولكن ربما هم يريدون أن يكونوا مجموعة هناك لجمع الأمور اللوجستية والأموال وغيره وبهذه المعلومات يمكن أن نعرف ما يفعلونه في دول أخرى وما يحاولون أن يفعلوه للحفاظ على هذه المجموعة لتبقى على قيد الحياة سيد مصطفى بكري ما العقوبات المنتظرة في حق الذين تم جلبهم من الكويت هذه الخلية هل يمكن أن نعرف على الأقل ما طبيعة العقوبات التي يمكن أن يواجهونها داخل مصر اسمح لي بداية أن أقول أن الديمقراطية في الكويت لا تعني تجاهل القانون بأي حال من الأحوال وأظن أن الديمقراطية الكويتية سوف تساعد على الاحتكام إلى القوانين المرعية ما بين مصر أو الاتفاقات ما بين مصر والكويت وفي نفس الوقت إخضاعهم إذا ما كانوا قد ارتكبوا جريمة على الأرض الكويتية أيضا للقانون الكويتي ليحاكموا وإلا ما كانت هذه الضقة التي أعلنت بها الكويت هذا الحدث الخطير كان ممكن الانتظار أو تغاضي الأمر لو لا أنه وجد لدى المحققين الكويتيين معلومات خطيرة تهدد أولا أمن الكويت واستقرارها وفي نفس الوقت أيضا أعمالا إرهابية ارتكبت على الأرض المصرية أي عمل إرهابي ارتكب على الأرض المصرية يكون القانون المصري خصوصا إذا ما كان ارتكب واحتكم فيه إلى السلاح الإعدام هو العقوبة التي تنتظر هؤلاء إذا كان هناك تحريض أو انتماء لتنظيم فالعقوبة تتراوح ما بين أشغال مؤقتة إلى أشغال شقة مؤبدة ولكن في كل الأحوال أتصور أنه بعد الانتهاء الكويت ستتعاون مع مصر بكل ما تملك من معلومات أظن أن الحكومة أو الجهات التحقيق الكويتية لن تتوقف عند الحدث ذاته أو عند المتهمين الثمانية ذاتهم لأن البيان أعلن أنه سيتم التحقيق مع من تسطر ومن آوى هؤلاء ومن أمدهم بأي سبيل من سبل المعاونة ومن ثم فإن القضية مفتوحة على الأرض الكويتية وأيضا هي بالأساس مفتوحة على الأرض المصرية دكتور فهد شليمي إلى أين يمكن أن توصلنا هذا الموضوع هذه القضية خصوصا وأنه اكتشفت الكثير من الخلايا داخل الكويت خلية العدلي والكثير من الأحداث التي وقعت أساسا داخل الكويت إلى أي مدى يمكن أن تصلنا إلى بعض الأمور المتعلقة بمكافحة الإرهاب وما إلى ذلك أنا أعتقد هذا نجاح لدولة الكويت وللقوات الأمنية في دولة الكويت وحتى للاستخبارات العسكرية الاستخبارات العسكرية الكويتية ساهمت الحقيقة في كشف خلية كبيرة جدا إرهابية ولكن لقانونية الضبطية القضائية تسلم إلى الوزارات المختصة وزارة الداخلية أعتقد أن الكويت أثبتت كفاءتها ونجاح عناصرها الأمنية في إلقاء القبض على هذه المجموعات النقطة الأخرى التعاون الأمني أكيد قائم بين الكويت ودول الجوار أكيد حسب اتفاق الجامعة العربية وهناك لجنة عربية لمكافحة الإرهاب بالذات مع الأخوة المصريين الأمن الكويتي تدرب على الحقيقة قيادات موجودة سابقة كانت دربت الأمن الكويتي قيادات مصرية أعتقد أن الكل يحارب الإرهاب الآن حتى المواطن العادي الإعلام يحارب الإرهاب الأيدولوجية الإرهاب وأيدولوجية الأحزاب المتطرفة أصبحت تتقلص وجود وسائل التواصل الاجتماعي جعل من الصعب أن يتم إخفاء أي حدث إرهابي أو التستر على أي إرهابي الكويت لن تتستر على الإرهاب الكويت سوف تتعامل بالقانون الدولي والمحلي ولكن إعطاء ضمانات لكل المتهمين لكي تكون هناك محاكمات عادلة إن كانت في الكويت أما إذا يتم تسليمهم لمصر فهم رعايا مصريين وهم إرهابيين وتتعامل معهم مصر بقانونها المعروف شكرا جزيلا لك دكتور فهد الشليمي رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام كنت معنا من الكويت أشكر من القاهرة عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري ومن واشنطن المسؤول السابق في الاستخبارات الأمريكية نورمان روني شكرا لكم جميعا شكرا لكم جميعا